أنا معرفش ويمكن دي أسئلة هوجيها الحقيقة لضيوف يمكن خلال المكالمة اللي جاي هل نهار القطاع الصحي بيكامله داخل قطاع غزة فلسطين؟ هل القطاع أصبح مهدد بانتشار الأوبئة والأمراض يعني؟ ويمكن دول السؤالين الأولين لو صح التعبير خليني أخذ معايا على التليفون دكتور فاتحي أبواردة مستشار وزير الصحة الفلسطيني لقطاع غزة أهلا بك يا دكتور فاتحي مساء النور دكتور فاتحي يعني أنا مهتم جدا أن أنا أعرف منك صورة حقيقية وقعية كاملة عن القطاع الصحي في القطاع هل القطاع الصحي في غزة انهار أو هو قيد الانهيار أو على وشك الانهيار بين عشية وضحاها أخذ عزيز للقطاع الصحي منذ أكتر من أشبوعين نهار انهيار كاملا ولكن نحن في القطاعز يعني لدينا مستشفيات يعني قليلة بالنسبة للدول الكبرى فنحن أقتطينا مع انهيار النظام الصحي إنه نستقبل الجرحة والنطبع لكن تسبب الانهيار نهو أسباب أول حاجة من أسباب الانهيار أنه مستشفيات أصبحت منتبئة جرحة ومش بش بس يعني متلئة ضاف عددها يعني نسبة أشغال الأسرة في مستشفيات قد اتبع غدنا 122% نحن كل الموجود في قطاع رزيز من سراير للمرضى 1818 سرير موجود عليهم 282 جريح ومريض يعني النسبة للمرضى ميمين في الحضرات ميمين في الاستقبال والطوارئ ميمين في الحضائف في ساحات المستشفى بحث المستشفى يعني احنا عنا مستشفى عسابين المتائل أكبر مستشفى في القطاع غلج ده وهو في فلسطين ومستشفى الشفاء شفاء تربي ومجمع الشفاء تربي المستشفى فيه 800 وكما يتحمل يعني 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 العدد كتير جدا والإصابات خطيرة جدا وللأسف يعني الإصابات التي تصرنا أخي يعني غير مشبوقة وما شفناها من قبل يعني عوالنا ما شفنا الإصابات هذه من قبل يعني 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 إحنا نستخدم لطباء يستخدم نظام المفاضلة يعني نظام المفاضلة يعني يجي لك اثنين أو ثلاثة جرحة بكل التلاثة عمليات نحن نرى من الأخطر فالأخطر فأخطر يعني سبقني أخي الحزيز سبقني أخي الحزيز وانا بحق الحقيقة وانا بحق الحقيقة انه في خمس مرضى اليوم ماتوا استشهدوا وهم اكتبتوا عنديهم يعني كان يطيبوا اكتبتوا ويستنى الدور على العمليات يعني الوضع أكتر من كارثي ولا نستطيع أن نقول انهار انهاره بشاشة الكبير جدا انهار انهار بسبب عدم دخول المساعدات الطبية اللازمة يعني بدخوا بدخوا المساعدات عن طريق عن طريق مع برفح البردي لكن لكن لحتى الآن ما دخلش من يوم من العدوات لإسرائيل عرض غزة ما دخلش إلا 729 شاحنة نحن في اليوم الطبيعي اليوم الطبيعي اللي فيش حروبه يبغل علينا 1700 شاحنة نحن من يوم الأدوال اليوم داخل 700 فتر حليل يعني ولا حاجة يعني تطور تطور ان مريض يجرى له عملية جراحية عملية جراحية لبتل خطار سفلية ولا ألوية بدون بنش تخيل تخيل يعني إنه واحد بنعمله عملية بدون بنش وأمام أمام سوالاه وأمام قرائبه يعني بالجراء بنعمله العملية بتل يعني قدام قرائبه يعني يعني لد ما أحكي يعني أنا بدي أحكي كل من الشعب المصري حتى اللهجة بقاتنا نفس اللهجة يعني والله دكتور فتحي إحنا إحنا لا نعتبر أنه فلسطين وشعبها إحنا لا نعتبر أنه فلسطين وشعبها بلد شقيقة إحنا بنعتبرها جزء من مصر الحقيقة يمكن في أول الحلقة حتى لو عارف أو يعني خليني أؤكد لك أنه كان عندنا وزارة الشباب والرياضة عاملة حملة واسعة جدا للتبرع للدم لأجل فلسطين فكان يذهب ده لسه النهاردة كنت بعرضوا والله أطفال عمر سبع وتمن وتسع سنين وقفين بينقشوا المتطوعين في الحملة لأنهم عاوزين يتبرعوا فالمتطوعين بيقولهم أنتم في سن لا يسمح بالتبرع والولاد مصري للتبرع يعني إحنا عارفين إحنا عارفين بدون ما تشكي يعني عارفين بقول لك إحنا اللهجة بعتنا زيارة يمكن عارفة المصرية نفس الجهجة ونفس العدات ونفس التقاريب إحنا بنحاول صدقني تفيا لك الحبيب أنه أنه الأطباء بتصلوا علينا بقولوا كيش كبز ناكل يعني الأطباء كل الاشتراع منهم الطبيب الفلسطيني كل الاشتراع منه الطبيب اللي من الشكو أعزي والتقدير وأنهم بيقوموا بعمالهم بعمل مضاعة أولا بعالج الزرحة وتانيا بتتبعاتهم يعني 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 فقط إدخال المساعدات الطبية واللوابن الطبية للمساعدات طلبنا وترجينا يدخلوا فوط طبية الفوط طبية هاي مهمة جدا دخولها بشكل سريع أنه الكادر الطبي في غزة أنه من ناحية جسدية ومن ناحية نفسية تخيل حضرتك في أنت مهما تكون قوي مهما تكون قوي على مدار أكثر شهر وخمس ايام أو ست ايام 37 يوم بتشوف بتشوف أشياء وبتشوف جسس وبتشوف نروح عمرك ما شوفت ولا تردت بالكتب بتشوف الحروق الحروق كل بيعرف إن الحرق يمرط عليه ثلث بيخف إحنا بنحط عليه ثلث بيكون الحرق نسبه 50% لو حضرت عليه مية برزة أو ثلث بصير 70% يعني هناك في أسلحة زي الفصور الأبيض اللي يقبط على قطة غزة والمحرم دوليا يعني يطيق صفه على الأطفال وعلى الغلابة وعلى المساكين إحنا نحن إحنا بدنا نعيش إحنا عايزين نعيش لي باقي الدول لي باقي العالم بدنا نناكل وبدنا نشرق وبدنا نعيش وبدنا ننبسط يعني يعني مشي من شعب يعني للحروب وللمشاشر طيح إحنا في الصراع دائما لكن لاجب لازم إننا نكون في فترة الفترة من نفتاح شوية وبعدين يصير بعدين البصير يصير يعني الوضع كارثي جدا صحة في النيار وبدنا 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 استشف إذا أكثر من 220 كادر طبي استشف 22 مستشفى تقترب من بينها ثمان مستشفيات حكومية أربعين مستشف أربعين مستشف يطلع على الخدم بطل يخطي الخدمة النزوح نزوح المؤمنين للمدارس لوكالة وغيرها هاي مش شيء صحي لأن أربعين ألف مواطن في المدارس اللي نزحت في عادة أمراض جندية أمراض أمراض تنفسي وأمراض الجهاز الهرمي وأمراض كثيرا تشرت يعني أمراض الجندية متشرة جدا في في المدارس لسبب بعد موجود المياه الصارحة لا هي صارحة للشرب ولا هي صارحة للإستخمام يعني يعني مرض الجراب اللي هو الكياس اللي في مي ورد أو الجدري اللي هو منتشر جدا من الأطفال الإستخدام منتشر جدا في الأطفال بدل علامات الجفاف على الأطفال بدل علامات الجذار تظهر على الأطفال وهذا يعتبر يعني ضرط عوزات الصحة أنت في حرب في جرحة وفي جسل وفي شهداء وكمان أمراض أخرى تجيلك أمراض وبائية وأمراض جهار هضمي والهضم استنفسي أدراب البغرة شكرك يا دكتور فاتحي يعني وحقك الكامل في أنك تقول أنا محتاج أفضفض شوية دكتور فاتحي مش بس المستشار وزير الصحة الفلسطيني القطاع غزة دكتور فاتحي مواطن فلسطيني دكتور فاتحي طبيب كل ما يرجوه في اللحظة اللي إحنا فيها دي أنه يفضفض عاوز أتكلم عاوز أخرج جزء من اللي جوايا وأبرز حاجة قالها قال يا أخي بدنا نعيش ناكل نشرب ننبسط طب نرتاح شوية وبعدين يحصل اللي يحصل بدنا نعيش بدنا نعيش يا دكتور فاتحي بدكن تعيشوا تعيشوا إزاي وزير الأمن القومي الإسرائيلي بيدعو لقتل كل من يدعم حماس لا ويدعم إيه قالك ولو بتوزيع الحلوة ابتهاجا بعمليات المقاومة يعني لو أنت بتوزع بمبوني وأرواح هنقتلك تبتكلم على وزير في الحكومة وزير في الحكومة يعني راجل بيد مشروعية لفعل القتل وإباحة وإتاحة ومنفذ لكل قاتل منفذ قانوني أنت لن تحاكم أنا الوزير وبقولك كده اقتل حتى ولو قم بتوزيع الحلوة مش مسلا اللي بدعم سلاح عسن بيديهم سلاح لا 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 لو سقفت هنقتلك لو زغرت هنقتلك لو ابتسمت هنقتلك لو قلت عاشت فلسطين هنقتلك لو وزعت الحلوة هنقتلك الله واللي قابله يقولك هنضرب نووي الله 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 شكرا